السلام عليكم مشاهدين يستمر المرتفع القوي للضغط الجوي في السيطرة على أغلب ولايات الوطن من خلال أن الأجوار ستكون جد حرة خاصة يوم الأربعة لتعود لمعادلها الفصل إن شاء الله بداية من يوم الخميس وهذا على شمال البلاد وشوفوا التفاصيل يوم الأربعة صوات القامة الإصطناعية توضحنا الاستقرار والصفاء ميز أغلب ولايات الوطن الرياح نوعا ما تبقى قويا نسبيا بسرعة تصل إلى غير 50 كم في الساعة تخص أغلب المناطق الجنوبية أما عن حالة التقصي إن شاء الله لصباح الأربعة تبقى دايما تلك الإطلالات الجميلة للشمس تميز جل ولايات الوطن بدون استثناء مع حضور بعض الضبابة اللحظة على السواحل الغربية والوسطى درجات الحال إن شاء الله لصباح الأربعة أجواء حارة خلال الصباحة ستصل لغاية 30 درجة على المدية تزوزو الغواط كذلك على قلمة سوقها سبسة وأملبواق 28 على بجاية جي جي سكيك دعنابة والطارب 27 بالجزائر العاصمة الجيل فاتيرت كذلك البيض حتى للمدية وتزوزو 22 درجة بوهران 26 على باتنة 31 على غردايا المنيعة كذلك على مدينة تندوف 34 على أدرار 28 على إليزي وجانت 32 درجة على إنسالح ظهيرة يوم الأربعة إن شاء الله تبقى دائما أجواء مستقرة تقسم الشمس لكن بعد الظهيرة بحول الله تتغير الوضعية الجوية على المدن الداخلية كما نلاحظوا في الصورة حيث هناك نشاط لخلايا رعدية تكون ماطرة في أغلب الأحيان درجات الحال إن شاء الله لظهيرة الأربعة تقص حار درجة حرارة قديمة قياسية 48 درجة كألم قياس على تندوف وأدرار 47 على إنسالح 46 على مدينة أقول إنجزام بورد بجي مختار والغلام لمغير توكورت وأولى جلال 45 على غردايا المنيعة 44 على بشر 41 درجة على مدينة وهران 43 درجة إن شاء الله مرتقبة على كل من مدينة تأتي لمسان 46 على المدية وتزوزو 47 درجة على معسكر غليزان شلفوسيدي بالعباس 40 درجة بالجزائر العاصمة بومرداسو والتيبازات 43 على أبجايا جيجي سكيدا عن نابا والطرف 40 على قسنطينة سطيف وبرج بوريج و45 درجة على كل من قلمة سوقها سبسة وأم لبواقي البحر اليوم الأرباح يكون بحر هادئ وجميل كما نلاحظوا رياح ضعيفة سرعة ما بين 10 إلى 15 كم في الساعة رؤية متوسطة اتجاه الموجة شمالية شرقية تماما على السواحل الغربية من شمالية إلى شمالية شرقية على السواحل الوسطى ومن شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل الشرقية قبل الختام كالعادة أشوفوا مع بعض حالة تقص بولاية غردايا بداية من يوم الأرباح إلى غاية يوم الجمعة تقص مصر حنسجوما بين 28 إلى 30 درجة خلال الصباحة وما بين 42 إلى 44 درجة خلال الظهيرة الختام سيكون كالعادة بورقة توقيت شروق وغروب الشمس وهذا ليوم الأرباح إن شاء الله وليخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذا مشاهدنا سليطي ورقة حوالة تقص دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم